موسيقى عزيزات التلميذات أعزائي التلاميذ مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من الدروس المتلفزة في مدة التاريخ والجغرافية للسنة الثانية من سلك الباكالوري هذه الحصة سنخصصها لحدثين تاريخي هام ضمن الأحداث التي طبعت فترة ما بين الحربين والتي تشكل نقطة تحول في تاريخ الحقبة المعاصرة وهذا الدرس يتموضع ضمن المجزوعة الأولى وتحديدا في المحوار الأول ويتعلق الأمر بالحرب العالمية التانية التي انطلقت سنة 1939 وانتهت سنة 1945 تأطير هذا الموضوع كما جرت العادة معنا ينطلق من الأبعاد التلاتة الإطار الزماني الإطار المكاني والإطار الإشكالي وبطبيعة الحال نستحضر الأسئلة المألوفة وهي متى؟ أين؟ ثم ماذا؟ لماذا؟ كيف؟ فبهذه الأسئلة نشتغل في حقل التاريخ بالنسبة للإطار الزماني أمامنا خط زماني سنستخدمه في تحديد المعالم الزمانية لهذا الحدث فالحدث كما تلاحظون انطلق في شتنبر 1939 بغزو بولونيا من طرف ألمانيا النازية وانتهى كما تلاحظون باستسلام ألمانيا ثم بعد ذلك بالضربة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على اليابان وتحديدا على مدينة هيروشيما ونكازاكي فكان ذلك هو الذي أعطى استسلام اليابان في غشت 1945 إذن نقطة البداية هي الاكتساح الألماني النازي لبولونيا ونقطة النهاية هي استسلام اليابان بعد أن تعرض للضربة النووية الأمريكية بالنسبة للإطار المكاني تلاحظون في هذه الخريطة الجبهات التي كانت مسرحا لمواجهات هذه الحرب ففي هذه الخريطة عندنا الجبهات الأوروبية سواء الجبهة الغربية عندما اكتسحت ألمانيا ليكسنبورغ وبلجيكا ثم توسعت في فرنسا ثم الجبهة الشمالية عندما اكتسحت البلدان سكندنافيا وبدأت في ضرب بريطانيا ثم عرجت بعد ذلك نحو الجبهة الشرقية عندما هجم الجيش النازي التراب السوفيتي وكان ذلك منعطفا من منعطف هذه الحرب في هذه الخريطة نخرج من أوروبا إلى جبهة أخرى حيث حولت الدول المتحاربة مصرح الأحداث والمواجهات إلى المستعمارات وتلاحظون في هذه الخريطة أن منطقة شمال إفريقيا كانت مصرحا لهذه المواجهات بين الحلفاء من جهة ودول المحور من جهة تانية فتونس، ليبيا ومصر كانت أيضا قد دخلت كمستعمارات في رهانات هذه الحرب وأخيرا الجبهة الأخيرة هي الجبهة الأسيوية وتحديدا جبهة المحيط الهادي وبالتالي فالمحيط الهادي كان مصرحا للحروب البحرية بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان إذن هذه الكيانات المجالية كلها تبين أن مصرح الأحداث كان عالميا مع تصريفه في شكل جبهات لهذه الحرب إذن تأطير الزماني ما بين الحربين هذا تأطير عام التأطير الخاص هو الانطلاق مع الهجوم النازي على بولونيا في شوتامبر 1939 والنهاية مع استسلام اليابان بعد الضربة النووية الأمريكية في غشت خمسة عرب الإطار المكاني هناك جبهات أوروبية وهناك الجبهة السوفيتية التي كانت جبهة حاسمة في هذه الحرب وهناك الجبهة الأسيوية أو ما يسمى بجبهة المحيط الهادي وهناك أيضا تحويل الحرب إلى النطاق المستعمارات وبالتالي فالمسرح المجالي لهذه الحرب كان في شكل أربعة دوائر الدائرة الأوروبية الدائرة السوفيتية الجبهة دي المحيط الهادي وأيضا مشاركة المستعمارات في هذه الحرب لأن مجالها استراتيجي والترابي كان أيضا قد وضفها في هذه الحرب ننتقل إلى أسئلة الطرح الإشكالي موضوع من هذا النوع يمكن أن نتعامل معه بالمقاربة الكلاسيكية المعروفة وهي ما أسباب هذه الحرب يعني ما هي الأسباب المسؤولة يعني اندلاع هذه الحرب ثم ما هي المراحل الكبرى التي قطعتها المواجهات الحربية وأخيرا ما هي الحصيل العامة أو ما هي النتائج وهذه المقاربة أيضا نستخدمها حتى في دراسة الحرب العالمية الأولى وبالتالي فهي معالجة سببية لمثل هذه الأحداث التي تتعلق بالحرب التصميم المقترح ودائما أذكرك بأن الأسئلة التي تطرح في المقدمة هي التي نشتق منها التصميم وهي التي نبغي أن نلتزم بالإجابة عليها أسباب اندلاع الحرب العالمية الأولى ستكون فقرة أولى المراحل الكبرى للحرب ستكون فقرة تانية وأخيرا الحصيل العامة للحرب أو النتائج الكبرى لهذه الحرب ستكون فقرة تالية بالنسبة للفقرة الأولى أسباب اندلاع الحرب العالمية الأولى ننطلق من نص يقول النص دأب المؤرخون يعني اعتاد المؤرخون منذ فترة طويلة على تفسير اندلاع حرب 39-45 يعني الحرب العالمية الثانية بعاملين راحضوا معي النص العامل الأول هو الضغائن والسخط الوطني الناتج عن السلم الناقص لسنة 1919 بمعنى يجب العودة إلى نتائج الحرب العالمية الأولى وقراءة أسباب الحرب العالمية الثانية ضمن نتائج هذه الحرب الأولى وصاحب النص يربط ذلك بالسلم الناقص بمعنى أن السلم ما بعد الحرب العالمية الأولى كانت فيه تغارات وهذه التغارات هي التي ستمهد لانطلاق الحرب العالمية الثانية السبب الثاني حسب هذا النص النتائج الاجتماعية للأزمة الاقتصادية وهو الدرس سبق وعالجناه في حلقات سابقة فهذه الأزمة التي ضربت العالم الرسمالي ما بين 29 و30 أدى لالتقاء بينها وبين السلم الناقص يعني مخلفات الحرب العالمية الأولى إلى نمو الأنظمة الدكتاتورية التي ستستعمل التوسع كوسيلة لفرض سلطتها وحل مشاكلها وبالتالي ستكون السياسة الحربية لهذه الأنظمة وراء اندلاع الحرب العالمية الثانية هذا النص تركيبي نفصل فيه بالتطرق إلى العوامل المسؤولة عن اندلاع الحرب العالمية الثانية العامل الأول يمكن أن نسميه بدور مخلفات معاهدة الصلح بعد نهاية الحرب العالمية الأولى جذور الحرب العالمية الثانية يجب أن نبحث عنها في هذا العامل يعني في نتائج الحرب العالمية الأولى هذا النص يتكلم عن مخلفات معاهدة الصلح وتحديداً المعاهدة المعروفة التي تعتبر نموذجاً في السلم المفروض على المنهازمين وهي معاهدة فيرساي التي عانى من شروطها الشعب الألماني والنص عندما نقرأه نجد أن هناك نوع من الحقد الألماني على مقررات فيرساي وبالتالي عقلية رد الفعل والانتقام من هذه الشروط حضرت في وجدان الألمانيين واستطمرها النظام النازي بزعامة هتلر في تمهيد الجو لإقناع الألمان بضرورة تغيير الوضع ولو عن طريق إقامة علاقات بنية على الحرب والصراع وفي النص الذي يجاور النص الكبير يتكلم هتلر عن سياسته التوسع ويقول خارجياً يجب علينا أن نواجه بنود معادة فيرساي بمعنى معادة فيرساي مرفوضة من طرف النظام النازي والبحث عن تحالفات مع من؟ مع الأنظمة الدكتاتورية وتقوية الجيش الألماني لماذا؟ ليكون دعامة عسكرية كبرى تستطيع من خلالها ألماني أن تعيد الاعتبار لنفسها إذن هذه جذور الحرب الثانية في نتائج الحرب الأولى وبالتالي كان هناك هشاشة في السلم المفروض بعد معادة فيرساي ورد فعل النظام النازي لإلغاء تلك المعاهدة ورد الاعتبار ثم نهج زياسة رفع التحدي في وجه الحلفاء الذين كانوا من المنتصرين في الحرب العالمية الأولى ويتعلقوا الأمر ببريطانيا وفرنسا سبب الثاني نعود به للأزمة الاقتصادية وقد سبق أن وضحنا نتائج الأزمة الاقتصادية وكيف أن هذه الأزمة تسببت في إنهيار الإنتاج وإفلاسه المالي والصناعي وإلغاء مبدأ تبادل الحرب وتطبيق سياسة الحماية على الأسواق من طرف الدول حفاظا على توازنها كما صاحب ذلك مشاكل اجتماعية وخاصة ارتفاع معدل البطالة وفقد انتقاف المؤسسات الديمقراطية التي كانت سائدة في أوروبا وظهور أنظمة ديكتاتورية كالنظام الفاشي الذي تكرس وجوده في إيطاليا والنظام النازي الذي استفاد من هذه الأزمة للوصول إلى السلطة وإعلان عن نظام توسعين في سياسته الخارجية وهو النظام الذي تزعمه أدولف هتلر إذا الأزمة بدورها ساهمت في تهيئ مناخ من التوتر في العلاقات الدولية ستستغل هذه الأنظمة الدكتاتورية التي استفادت أيضا حتى من الدور السلبي لعصبة الأمم وبالتالي نلاحظ هذه الوثيقة أمامنا تشون بغلانلي هو وزير خارجية بريطانيا يوضح وضعية عصبة الأمم ويقول إن عصبة الأمم كانت عاجزة عن تدبير الضمان الجماعي لكل عضو من أعضائها لذلك يجب أن لا نخدع الأمم الصغيرة بالقول بأن هذه العصبة سستستطيع أن تحميها من الاعتداء وأمامنا صورة الإمبراطور هيرا السلاسي إمبراطور وحاكم إيتيوبيا الذي جاء يحتج على التوسع الإيطالي في بلاده بحيث أن إيطاليا في عهد النظام الفاشي غزت إيتيوبيا فجاء هذا الحاكم يحتج أمام عصبة الأمم التي كانت منظمة ضعيفة لا يمكن لها أن تحمي السينما العالمي وقد كرسها ذلك أيضا كرسه هيتلر ببرنامج توسعي تعكسه الخارطة التي أمامنا والتي عنوانها التوسعات النازية بحيث أن هيتلر بدأ منذ تسلمه السلطة يلغي تدريجيا شروط معادة فيرسا ويتحدى الذين وضعوا هذه المعاهدة وفاردوها على ألمانيا بحيث أنه بدأ بضم النمسا وهذه قضية تعرف بالأنشلوس سنة 1938 وضم إقليم السودت في تشيكوسلوفاكيا وهذه القضية تعرف بقضية السودت أو القضية تشيكوسلوفاكيا ثم بدأ يتوسع في أوروبا الوسطى والشرقية وضم هنغاريا ثم ضم إقليم تيشن ثم ضم سلوفاكيا إلى أن بدأت تتضح معالم الحرب عندما وضع هيتلر أمام عيونه ضرورة لهجوم على بولونيا وهي القضية التي ستفجر الحرب كسبب مباشر لذلك يعتبر المؤرخين أن الأزمة البولونية هي السبب المباشر لاندلاع الحرب العالمية التانية كيف ذلك؟ يقدم لنا النص إجابة عن هذا السؤال يقول هيتلر أمام الجيش الألماني وأمام قادة الجيش في ثلاثة مايي 1939 يعني ما بقاش بزاف كنت ندال على الحرب العالمية التانية إن جوهر القضية لا يكمن في الدنزيغ وهو ميناء بولوني كانت ألمانيا تطمع في السيطرة عليه بل يهمنا حسب هيتلر هو توسيع المجال الحيوي والتي هي فكرة توسعية ندى بها هيتلر فأرد أن يطبقها في الجهة الشرقية التي يوجد بها الاتحاد السوفيتي كما تعلمون وبالتالي النظام البولشوفي أو النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي كان هيتلر يريد أن يضع خلفية دفاعية تقيه من الخطر الشيوعي ففكر في الهجوم على بولونيا هذا التفكير سيجعله محط انتقادات من طرف الحلفاء لكنه في صبيحة شتنبر 1939 اكتسح الجيش النازي التوراب البولوني فكان رد فعل الحلفاء يعني بريطانيا وفرنسا هو إعلان الحرب على ألمانيا وبذلك فالأزمة البولونية أشعلت فتيلة هذه الحرب والنص يوضح المعاني لهذه الأزمة البولونية لفيها أسلوب أو سبب سياسي سبب إيديولوجي وسبب استراتيجي في خطة هيتلر التوسع بالنسبة للنقطة الثانية وهي المراحل الكبرى هذه الأنطلة فيها يكفي أن نعود إلى الخط الزمني الذي أمامنا ونبحث عن المراحل الكبرى في هذه الحرب في البداية كانت هناك انتصارات وتوسعات لدول المحور إلى أن جاءت محطة الفاصلة وهي معركة ستالينغراد التي كانت سنة 1943 والتي حولت ميزان القوة من دول المحور إلى دول الحلفاء بدخول قوتين عظيمتين في هذه الحرب القوة السوفيتية دفاعا عن نفسها والقوة الأمريكية في إطار تحالفها الستراتيجي مع بريطانيا ومع فرنسا فأصبح الحلفاء هم الذين في موقف القوة في المرحلة الثانية ويمكن لك أن تعود في الكتب المدرسية إلى التفاصيل الخاصة بهذه الأحداث التي تعكس مجريات الحرب بالنسبة للتقطاع الكبير إذن مرحلة هجومة دول المحور نبدأها من اكتساح بولونيا إلى معركات ستالينغراد ثم من مرحلة ستالينغراد إلى استسلام اليابان وأخيرا يجب أن تحدد المنعطفات الكبرى في هذه الحرب مثلا كالهجوم النازي على التراب البولوني الذي أدخل الاتحاد السوفيتي إلى الحرب والهجوم الياباني على قاعدة بيرل هاربور في جزر هواي التي أدخلت الولايات المتحدة إلى الحرب النقطة الأخيرة في هذه الحصة تتعلق بالحصيلة العامة للحرب هناك حصيلة مادية وبشرية وتعلمون أن الحروب تخلف الضمار وتخلف الخسائر البشرية الكبرى والمادية والاقتصادية فسبق لكم أن تعرفتم على خسائر الحرب العالمية الأولى نفس قريبا نتائجها تعيد نفسها في هذه الحرب العالمية الثانية ولكن بأحجام وبضراجات متفاوتة بحيث أن خسائر البشرية كانت كبيرة جدا وبضراجات متفاوتة بين الدول المتحاربة بحيث أن الاتحاد السوفيتي مثلا حصد الخسائر البشرية بشكل فضيع في هذه الحرب الضمار الذي ضربت تجهيزات والبنيات التحتية والقناطر والطرق المواصلات كان هائلا في هذه الحرب كلفة الحرب اقتصاديا كانت كبيرة بحيث امتصت جزءا كبيرا من النواتج الداخلية الخام للدول المتحاربة كذلك تراجع الانتاج الفلاحي والصناعي لأن التقل كله ذهب إلى اقتصاد الحرب فتضرر الاقتصاد المدني لمصلحة الاقتصاد العسكري واخيرا كانت هناك انعكاسات كبيرة على المستوى المعيشي للسكان وتصوروا معي حالة المجتمعات عندما تكون الحرب تقيلة في كلفتها من هذا النوع الحصيلة السياسية يجب أن نبحث عنها في خريطة ما بعد الحرب العالمية التانية بحيث حصلت تغيرات مجالية والترابية والسياسية كبيرة في اوروبا بحيث أن الخريطة التي أمامنا تبين أن اوروبا قسمت إلى معسكرين معسكر غربي تزعمه فرنسا وبريطانيا تحت المضل الأمريكية ومعسكر شرقي يتزعمه الاتحاد السوفيتي الذي بسط نفوده في المجال الأوروبي بحيث أن كثير من الأنظمة التي دخلت في فلك الاتحاد السوفيتي تبنت الأنظمة الاشتراكية وأصبحت تعزز النفوذ السوفيتي في أوروبا كذلك تأسست منظمة التي نعرفها اليوم وهي منظمة الأمم المتحدة بحيث أن العالم اجتمع في مدينة سان فرانسيسكو وأعلن عن تأسيس منظمة بديلة لعصبة الأمم التي فشلت في فترة ما بين الحربين وهذه المنظمة هي التي نعرفها اليوم وهي منظمة الأمم المتحدة التي تأسست سنة 1945 بعد مؤتمر سان فرانسيسكو وكانت هي المنظمة التي حملت على عاتقها الدفاع عن السلم في العالم وتكريس تقافة حقوق الإنسان ومساعدة الدول وتحقيق التلمية الاقتصادية والاجتماعية والتقافية لجميع شعوب العالم وتلاحظون أن النص الذي أمامنا عندما نقرأه يمكن أن نستخرج منه المبادئ الأساسية لهذه المنظمة والأهداف النبيلة التي أسست من أجلها مع إشارة إلى الملصق الذي يجاور النص والتي يعبر على قيمة كبرى تسعى إلى تحقيق هذه المنظمة وهي قيمة السلم في العالم بطبيعة الحال هذه المنظمة ستكون جهازا عالميا سيحتاج إلى أجهزة لتكريس حقوق الإنسان وهي المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة كذلك لتحقيق التنمية كذلك لتحقيق حماية حقوق الطفولة مثلا كاليونيسيف فإذا نعود إلى بنية هذه المنظمة ونفكك الأجهزة التي تنتمي إلى لنعرف الأدوار التي تلعبها منظمة الأمم المتحدة اليوم في الحفاظ على التوازن العالمي وتحقيق كثير من الهداف السياسية والاقتصادية والتقافي الحصيلة السياسية دائما يجب أن نبحث فيها عن تعظم دور قوتين كبيرتين وهما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وهذا ما سيكون موضوعا مستقلا في إطار تطور العلاقات الدولية بعد الحرب من نظام القطبية التنائية إلى نظام القطبية الأحادية وهذا في حدداته موضوع مستقل سنشتغل عليه في المجزؤة الثانية وبالذات في المحور الأول وهذا سبق ووضحناه في خريطة البرنامج فهو مرتبط بنتائج الحرب العالمية الثانية ولكن اشتغال عليه بشكل مفصل سيكون في دروس قادمة بحول الله ننتقل إلى المحطة الأخيرة وهي تمرين تقويمي وأطلب منك أن تعود إلى خريطة التوسعات النازية التي قدمناها قبل قليل وأطلب منك أن اشتغل عليها وفق التصور التالي انطلاقا من هذه الخريطة ضعها بجوارين الصين يتكلم عن الأنظمة الدكتاتورية والسياسة التوسعية ضعهما كوتيقتين في سياقهم التاريخي وهذه مهارة أذكر كمرة أخرى بأنها مهارة أساسية في تقويم تعلمات التاريخية كذلك من خلال الخريطة يمكن لك أن تستخلص من مفتاح الخريطة يمكن لك أن تستخلص العوامل المفسرة للسياسة التوسعية التي نهاجها النظام النازي وأخيرا تكتب فقرة تلخص الحصيل السياسي بشكل عام للحرب العالمية التانية وبهذا التمرين ستشتغل وتتدرب على المهارات الأساسية المطلوبة منك عند مواجهة وضعية امتحان الوطن الموحد أشكرك على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة أخرى نتمنى أن تكون هذه الحصص مفيدة لكم بشكل وظيفي وتشجعكم على الانخراط في دروس التاريخ شكرا لكم وإلى اللقاء